اشتركوا في القناة لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا من أعيادنا فقال عمر رضي الله عنه والله لقد علمت متى نزلت الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب في عرفة وقد اتخذنا هذا اليوم عيدا عيدا يعني موضعا نجتمع فيه ويأنس الناس بالدعاء ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توافق حجته عليه الصلاة والسلام فإنه لما حج عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة قد توافق مع يوم الجمعة فنحن اليوم أيضا يوم عرفة توافق مع يوم الجمعة ومدح النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة قال خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة ومدح صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة بمدائح كثيرة ومدح عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في الدعاء فقال خير الدعاء دعاء عرفة وقال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة قال إن في الدنيا ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وقال مسلم وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو إلا استجاب الله تعالى له عيد المسلمين اليوم في عرفة وعيد المسلمين في الجمعة وهي كلها عبادات لتقرب إلى الله تعالى بها دعانا الله تعالى إلى الحج فأجبناه وربك يخلق ما يشاء ويختار الله خلقنا يختار أنواع العبادات التي يأمرون بها إن شاء أن يأمرنا بصلاة يأمرنا في أموالنا بزكاة يأمرنا في أبائنا وأمهاتنا بالبر يأمرنا في بيعنا وشرائنا بالأمانة يأمرنا أن نجتمع في مكان أن نفترق عن مكان وربك يخلق ما يشاء خلق الإنسان خلق الجن خلق الحيوانات خلق الأشجار ويختار يختار لهم أنواع العبادات يختار ماذا تأكلون وما تشربون الأنبياء من قبل حجوا إلى هذا البيت العظيم وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي الأزرق قال ما هذا الوادي في حجه قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق قال كأني أرى أخي موسى عليه السلام عند هذا الوادي ملبيا ثم مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا قال ما هذه الثنية ما هذا الجبل الصغير قالوا هذه ثنية كذا وكذا قال كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية على ناقة خطامها ليف له جؤار بالتكبير والتلبية وذكر الله جل وعلا حج إبراهيم إلى هذا البيت العظيم ولذلك حج إليه إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويوسف ومن جاء من بعده من الأنبياء بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حج هوت وذكر حج صالح عليه الصلاة والسلام وذكر أن الحج سيستمر حتى نزول عيسى عليه السلام فقال ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد نزول المسيح عليه السلام ربنا عز وجل شرع لنا هذا الحج وهو الذي يشرع ما يشاء يأمرنا بالأكل من الطعام الفلاني ينهان عن الطعام الآخر يأمرنا بشرب كذا ويمدح كما مدح اللبن وينهى عن شراب آخر يأمرنا بلباس معين يأمرنا بشعائر معينة نفعلها هو ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي أمرنا بالحضور في هذا المكان وأمرنا بدعائه في هذا الموطن المبارك نحن وإخواني في أعظم يوم من أيام السنة كلها خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة هو يوم فاضل حتى للذين في جميع مدن الدنيا فما بالك بالذي حضر في هذا الموطن المبارك ربنا جل وعلا ينظر إلى عباده ينظر إليك أنت وأنت قد تجردت من لباسك وفارقت أهلك وبلدك وتركت أعمالك وتركت أولادك وتركت أحبابك وربما تركت أشغالا مهمة وجئت إلى هنا وأمرك الله فتجرت من اللباس أمرك بخرقتين فلبستهما تساوى الغني والفقير في هذا اللباس واجتمعنا في مكان واحد في هذا اليوم العظيم ينظر الله تعالى إلى عباده فيراهم شعثا غبرا فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبادي انظر إلى فلان وفلان انظر إلى هذا الي ترك أهله وهذا الي ترك قصره وهذا الي ترك بيته وهذا الي ترك زوجته وهذا الي عطن أعماله انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت له وبالحديث الآخر أن الله تعالى يدنو من عباده عشية عرفة ويقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقاباً من النار من يوم عرفه والله طوال أيام السنة يا أحبابي ما فيه يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقاباً من النار من اليوم الذي نحن فيه الآن في رمضان لله في كل ليلة عتقاء من النار اليوم يعتق أكثر من الرقابة التي تعتق في تلك الليالي في غيره من الأيام ربما نظر الله تعالى إلى عبادة فرحم بعضهم واعتقهم من النار كما المرأة البغية التي أسقط الكلب فاعتقها الله من النار وكما الرجل الذي كان يمشي فوجد غصر شوك في الطريق فأزاحه عن الطريق فاعتقه الله من النار تعرضوا لنفحات الله لكن اليوم لا يوجد يوم في السنة كلها أعظم من أن يعتق الله رقاباً من النار من هذا اليوم العظيم نحن ينبغي يا إخواني أن نستشعر ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو الذي قد ضمن الجنة لأن الله قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالجنة بالنسبة يتعين إلى صلى الله عليه وسلم مضمونة في دخوله إليها بل رأى عليه الصلاة والسلام قصره في الجنة ومع ذلك رفع صلى الله عليه وسلم بعدما صلى رفع عليه الصلاة والسلام يديه يدعو وقد أمسك شنق لناقته حتى ما تمشي الناقة وحتى يراه الناس وهو يدعو فوق الناقة رافع يديه وماسك الخطام بيديه وهو يدعو عليه الصلاة والسلام فسقط الخطام في أثناء الدعاء سقط من يده فلم يخفض يديه وإنما خفض أحدهما وأخذ الخطام ورفعه مرة ثانية وستمر في الدعاء حتى غابت الشمس يا ترى ماذا كان يقول يقول ربي اغفر لي النظر الحرام هل عندك نظر حرام يا رسول الله أصلا هل كان يقول ربي اغفر لي الأموال اللي كنت أتعامل في تجارتي مع الناس ولا رددتها إليهم أنت عندك أصلا أموال للناس أكلتها يا رسول الله هل كان يقول اغفر لي فلانه اللي تزوجته وظلمته وصار بينه وبينه مشاكل وظلمته هل عنده أصلا هذا واقع هل كان يقول يا ربي اغفر لي أني استمعت لكذا ولا كذبت ولا خنت الأمانة بماذا كان يدعو وهو الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يتعامل مع رب يحب الدعاء يحب الدعاء الدعاء هو العبادة ولذلك أمرنا الله تعالى بدعائه لأن الله يحب أن يسمع عباده يدعونه والدعاء من أعظم مراتب العبودية هو يشعرك أنك عبد فقير وأنك يا ربي أنت رب عظيم وبالتالي أنا ما ليغنى عنك صحيح أنا ربما غير محتاجي للناس في المال وصحتي جيدة وأموري طيبة لكن مع ذلك أنا لا أستغني عنك يا ربي كلما أظهرت الافتقار والعبودية لله أحبك الله تعالى أكثر الدعاء يا إخواني هو بحد ذاته عباده استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك أنت أرفع يديك لا تقول في نفسك وأنت تدعو والله هذا الدعاء تحصيل حاصل مدام كل يدعو وخير الدعاء دعاء عرفة بأدعو لا ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن أن هذا الدعاء مؤثر في حياتك ادعو الله عندك يقين أن هذا الدعاء فعلا نافع أنه يؤثر في أولادك ويؤثر في نفسك أنه يؤثر في وظيفتي يؤثر في تعامل مع الناس هذا الدعاء الذي أبذره ليس فقط كلام أقوله ليكون عندك قناعة داخلية أن هذا الدعاء له تأثير في حياتك الدعاء عباده استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك مثل اللي تقول له ليش ما تتصدق فيقول لك طيب يمكن أتصدق وربي ما يتقبل مني يا أخي لا تشغل نفسك يتقبل ما يتقبل أن تصدق الله كريم وقال ربكم ادعوني وإذا دعوناك يا ربي ايش اللي يحصل أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى الرزاق الغني الشافي الستير ليش يا ربي خبرتنا به الأسماء قال فادعوه بها فادعوه بها يعني قل يا رزاق ارزقني يا ستير استرني يا شافي اشفني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إيش الدليل على قربك يا ربي وجيب دعوة الداعي إذا دعان ولذلك الدعاء يقرب العبد إلى الله تعالى دائما يا جماعة لما يونس عليه السلام ألقي في البحر والتقمه الحوت ونادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة هذا العرف يا ربي من هذا قال هذا عبد يونس قالت الملائكة يا ربي عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة قال بلى ثم قال الله عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين كان عنده دعاء تسبيح فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعث لكن فرعون لما غرق وجعل ينادي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر من هذا قال هذا فرعون ثم نزل جبريل يضع في فمه من طين البحر وقال الله تعالى له آل أنا وقد عصيت توك تذكر تدعوني يا فرعون كنت مستغني عنه بمالك وصحتك وقصرك وملكك آل أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين الدعاء بحد ذات عبادة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أما أنه ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه الله أحد الثلاثة أشياء إما أن يستجيب له في الدنيا قلت يا رب اشفي ولدي المريض شفاه اقضي ديني قضاه وإما أن يكف عنه شرا بدعائه يعني أحيانا ربما يمرض ولدك فيرتفع الدعاء وأنت قل يا رب اشفي ولدي ويكون هناك بلاء نازل أن يموت الولد أو يشتد مرضه فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا أدعو بشفاء ولدي ولا نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لمات ولدك انتبه لا تقول ما نفعني الدعاء لأنك ما تدري إيش أثر الدعاء في حياتك أحيانا تدعو لي لولدك سافر تقول يا رب يحفظه ثم يقولك والله ولدك صار لحادة لكن أبشر كنا بخير والسيارة راحت لا تقول والله دعينا الله بحفظه ولا استجاب من قال لك إنه ما استجاب ربما لو لم تدعو الله تعالى لمات ولدك لأعيق لحصل له مشكلة ربما أمسك الدعاء البلاء هذه النقطة الثانية الثالثة قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات قال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله فقال الله أكثر ولا تستعظم شيء تطلبه من رب العالمين مهما كانت كربتك وحاجتك ومهما يأس الطب من علاجك لا تستعظم شيء أن تتعامل مع رب كبير زكريا عليه السلام لما كبر سنه ورق عظمه وحدود بظاهره ما رزق بأولاد وقد كبر سنه فرفع إيديه يدعو يقول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا طيب ماذا تريد؟ رق عظمك ووهن عظمك واشتعل رأسك شيبا ماذا تريد؟ إيش النتيجة بعد هالمقدمات؟ ماذا تريد؟ أبغى عيال فهب لي من لدنك وليا كيف يأتيك يا زكريا أولاد؟ وأنت قد كبر سنك واشتعل رأسك يعني اللي يراك من الناس يستغرب من هالدعاء؟ نعم زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يعلم أنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله ما تكبر عليه حاجة يقضيها ولا كربهي أنا أدني أنا أتعامل مع من؟ يضحك من الناس ما يضحكون أنا أقدم طلبي هذا لله اللي أعلم أنه هذا كل شيء قدير وبالتالي الناس الآن يا إخواني في عرفات على كل واحد يدعو بلغة هذا بالإنجليزي وهذا بالعربي وهذا بالفارسي وهذا بالأردو وهذا بالسنهاري والسواحلي ولغات ربما مئات اللغات وكل واحد له حاجة هذا واقف هناك عند الجدار له ولد مريض يسأله شفاء مرضه وهذا مصاب يسأله كشف مصابه وهذا مكروب يسأله كشف كربته وهذا عليه دين يسأله أن يرزقه وهذا فقير يريد غناه وهذا مظلوم يريد نصرته وهذا جاهل يريد علمه وهذا تاءه يريد دلالته وفي لحظة واحدة يسمعهم رب العالمين وهو في السماء فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا وينصر ظالما ويقسم مظلوما وهو الذي قال نبينا عن استجابة خير الدعاء دعاء وعرفها زكريا دع فهب لي من لدنك ولي ارتفعت الدعوات إلى السماء فقال الله فنادته الملائكة وهو أين قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله معجزا وسيدا في قومه وحصورا عابدا أنت قلت رضي الله جعله نبيا الله يعطيك أحسن مما تتمنى ولذلك الواحد يدعو بشيء يعطيه الله شيئين يا جماعة أيوب يقول ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي بس إش في مرضي وبس أعطاه الله شيئين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم عطيناه مال وزوجات وأولات ما هو بس نعطيه شيء واحد اللي يبغاه نعطيه أحسن مما يريد زكريا يدعو بدعاء واحد فهب لي من لدنك ولي يقول الله فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أعطيناه شيء ما أعطيناه شيء واحد يونس يدخل في بطن الحوت يقول يا ربي طلعني ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم يقول الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ثم قال فآية أخرى وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون فآمنوا أعطيناه أحسن من الشيء اللي يريده طلعك من الحوت بس لا نرسلك إلى قوم غير قومك الأولين ونخليه يؤمنون أنت تعامل مع رب كريم لا يقع في قلبك وأن تدعو تقول والله ما أدري هو بينفعني هالدعاء عيب تقول هالكلام عيب أن تتعامل مع كريم غني ما يضره أنه يعطيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل الناس من لدن آدم لقيام الساعة فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل إلى البحر عيب أنك تقول في نفسك والله أنا ما أود أكثر دعاء على ربي والله أنا ما أنا ما أدري الله يستجيب لي ولا لا عيب تتعامل مع الكريم الملك الغني بهذا الأسلوب عيب اجعل في قلبك يا أخي يقين أن هذا الدعاء نافع والله العظيم أنه نافع إن لم يستجب الله تعالى لك في الدنيا اعلم أن دعائك هذا مفيد لك إما في كف شرا عنك أو مفيد لك في الآخرة أخيرا نحن يا أحبابي أحيانا ما ننشط للدعاء إلا إذا الواحد كان عنده مصيبة تجد الواحد إذا عنده ولد مريض أو عليه دين أو ما رزق بأولاد أو عنده مشكلة مع زوجته ولا مع أحد دعاء وهم استشعر فعلا أني أنا في مصيبة لكن ربما إذا كان الواحد قد أنعم الله عليه بعائله وظيفاه ومال ولا عليه دين وليس مريضا وعلاقات اجتماعية جيدة مع الناس وبيت وسيارة تجد أنه ربما رفع يديه يدعو بعد أن يقول في نفسه يعني أنا ما أحتاج شيء يعني كل شيء عندي يعني أقول إيش في مريضي ما عندي أحد مريض اقضي ديني ما ما على يديه اسمع كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو فقال اللهم إني إيش أسألك أن تقضي يديني لا تشفي مريضي لا قال اللهم إني أعوذ بك من زوالي نعمتك أنت يا ربي أعطيتني يدين أعوذ بك من زوالي أعطيتني إيمان أعطيتني عقل أعطيتني سمع بصر أعوذ بك من زواله رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم وثم أبكاهم دما حين نطق رب واحد يصبح في نعمه ويمسي وقد سربت منه انظر إلى المصابين اليوم بالإعاقات في المستشفيات وفي غيرها اسألك كيف كنت يقول لك والله أنا بخير وعافية ونازل مع الدرج وأنا بكامل قوتي وانزلقة رجلي وضرب أحد الدرجات في ظهري وانقطع الحبل الشوكي ومصابنا شلال صار لأربعين سنة وخلق الإنسان ضعيفا واحد من أصحابي أسأل الله أن يشفيه وعافيه والله العظيم مني زايره قبل أجل الحج بيومين ضابطوا ومن طلابي كان في الجامعة قبل سنوات متخرج من أكثر من عشرين سنة أظنها مقدم أو بعلق عقيد ومن أحسن من عرفت من الناس يبني بيت زايره والله العظيم قبل يومين أو ثلاثة يبني بيت ورقى فوق السطح فوق الخزان يمتر العزل اللي حطوه الشركة حطين العازل عشان الأمطار يمتر عشان يحاسبهم والهندي قاعد ماسك له وهو قاعد يرجع على ورا يمتر زلقت رجله وطح في السطح ما طح بره طح في السطح يعني يمكن مترين ونص وصار عنده كسرات في الفقرات الظهر وتهتكات في الحبل الشوكي والآن عنده شلل نصف وأسأل الله أن يشفيه ويشفي جميع مرضانا في لمحة واحدة هل كان يتوقع أنه سيصاب بهذا ناس يا جماعة فجأة عندي صداع قالوا والله عندك كذا من الأمراض قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا دخلت بيتك وشفت عيالك طيبين هذا يذاكر دروسة وهذا يضحك وهذا يتغدى قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك لأن فيه ناس حرم من هالنعمة اللي أنت فيها إذا دقيت على زوجتك وردت وقالت يا مرحبا يلا عجل تعالي الغد جاهز قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك لأن غيرك زوج تصار لها سنتين وثلاثة عند أهلها بينه وبينها مشاكل سيئة الخلق ولا سيئة التعامل ولا هو ما أعطاه الله تعامل حسن ومشاكل بينه قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا ركبت سيارتك وسكيت الباب بنفسك أعلم أن فيه ناس يجبوانا بالعربية ويشيلوانا الثلاثين ويحطونا قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا وضعت طعام بين يديك ورفعته بيدك وغيرك يحطوا الهليف يأنفع عشان يصبون لعصير ولا لبن قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك ثم قال عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك أعوذ بك يا ربي تفجأني بنقمة بمصيبة أعوذ بك من فجاءة نقمتك أنا قبل فترة في المدينة يقول لي واحد من الشباب ودنا نزور الدكتور فلان ما عرفه وقلت نزورها ماذا نفعل يعني قال نعزيه نعزيه في من قال يا شيخ هذا دكتور في الجامعة وأولاده 11 وزوجته 12 في البيت فذهب أولاده وزوجته إلى القصيم عندهم عرس ولدك كبير متخرج من الجامعة هو اللي يسوق بهم وهم راجعين بالليل يتصل عليهم أولدي ليش ما نمتوا ومشي تقول الصبح قال لولد لا أنا أبغى أجي نبكر ومدري أي أولدي أرقد وقالوا لا أبد نشيطين وفي الطريق كله شوي يتصل وش أخباركم عطني أمك انت أبي لا يرقد الولد لما بقى 150 كيلو على المدينة ويحصل لهم حادث ويموتون كلهم والله إنهم ماتوا كلهم الرجل كاد أن يجن صح الرجل صالح نحسب على خير وحافظ القرآن لكن بشر يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع بيموت الولد بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهي يشوف ولده يموت قال له عبد الرحمن النعوة فيها رسول الله تبكي قال إنها رحمة يا أخي ولدي هذا إنها رحمة إنها رحمة وهذا كل عياله في لمحة عين يقول والله يا شيخ دخلت الصالة بعد ما بدوا الضيوف يخفون العزق وألقى ألعاب مبعثرة صار لها يومين على حالها لأن خلود ماتت اللي كانت تلعبها أطلع الحوش ألقى السيكل طايح على حاله لأن أحمد اللي كان يلعب السيكل مات يقول دخلت المطبخ والله إني آكل بقايا خبزه وما أشمه قبل لا يمشون بقايا الخبز ما بعد شالوه يقول قاعد أشمه أتذكر رائحة أولادي وفجاءت نقمتك مصيبة تنزل بالواحد قل يا ربي أنت وهبتني أولادا وزوجة وعملا وصحة يا ربي أبقي هذه النعمة عندي يا رب وتضرع إلى الله لأجل إن كان مقدر عليك مصيبة إنها تزول عنك ما تنزل عليك لا يرد القدر إلا الدعاء أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك ثم قال وتحول عافيتك أنت عافيتني في بدني أعوذ بك أن ينتقل إلى غيري أنت تتحول يعني تنتقل عافيتني في سمعي في بصري عافيتني في سمعتي الحمد لله بناتي بحجابهن وسترهن وامورهم طيبة أعوذ بك يا ربي من أن تزول عني نعمة حفظ الأرض وكم من واحد بنته ما هو قادر يسيطر عليها والبنت رايحة وجاية وتسافر وتجي والوالد أخر من يعلم واللي طالعه بنتي أسبوع أسبوعين شهرين ما يدري وأنه فيه أحمد الله قل يا ربي أحفظ علي عرضي وتحول عافيتك ثم قال وجميع سخطك لا تسخط علي في مالي فأفتقر ولا تسخط علي في ديني فأضل ولا في سمعتي فأفضح أعوذ بك من جميع سخطك يا أحبابي لا يكون دعائنا دائما إش في مريضي وقضي ديني وعلاج وقائع بس وقعت الوقاية خير من العلاج يا حبيبي قبل ما تنزل بك المصيبة قل يا ربي أعوذ بك من الأمراض أعوذ بك من الأورام أعوذ بك من الأدواء والأسقام يا ربي الحمد لك أنك أعطيتني صحة أعوذ بك من زوالها والله تعالى يحب المدح جل وعلا ويحب أن يعترف عبده بنعمه إذا رفعت يديك قل يا ربي لك الحمد على أن سترتني وغفر وحفظتني وحفظت صحتي وأغنيتني ولك الحمد يا رب يا ربي لك الحمد كلما حمد الإنسان ربه على نعمة فقد أدى شكرها والدعاء أيها الإخوة هو أفضل الأعمال اليوم خير الدعاء ما قال خير الصلاة صلاة عرفة خير الدعاء دعاء عرفة اليوم يوم دعاء لا تخفض يديك وفي نفسك حاجة ما بعد سألتها من رب العالمين صغيرة أو كبيرة كان بعض السلف يسأل الله الملح لطعام اللي هو أرخص الأشياء يستحب في الدعاء إذا رفعت يديك أن تبدأ بالثناء على الله تعالى أثني على الله قل يا رب يا كريم يا رحيم يا غفور يا شكور يا الله يا من عز فارتفع يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن يا الله يا حي يا قيوم أثني على الله الله جل وعلا هو أهل الثناء والمجد ثم اعترف بتقصيرك أني أنا يا ربي ما لي وجه أني أقف أمامك لتقصيري لكن أنا أعتمد على رحمتك ومغفرتك أثني على الله ثم اذكر ضعفك ثم اذكر حاجتك اشف مريضي اقضي ديني أصلح أهلي اكفني كذا ارزقني كذا ثم لا ينبغي أن يخل دعاءك من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي يعني استعجلت ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال في الحديث الصحيح كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ادعو لكل الناس ادعو لأصحابك وأحبابك فإن ما دعا مؤمن لأخيه بظهر الغيب إلا وكر الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل ادعو يا أخي للمسلمين في كل مكان فإن الله تعالى أمرنا أن نكون أمة واحدة ومن ذلك أن الإنسان لا ينسى إخوانا في الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمة ومغفرته أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمة ومغفرته يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره الحمد لله فارج الكربات الحمد لله مجيب الدعوات الحمد لله مغيث اللهفات الحمد لله كاشف الضر مجيب الدعاء الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الرحيم التواب الحمد لله الهادي إلى الصوار مزيل الشدائد وكاشف المصاب الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المغطر فما سأله سائل فخاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب أخذ بنواصي جميع الدواب فسبحانك ربنا من إله عظيم لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك المتكل وإليك المرجع والمآب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إنك دعوتنا للحج فأتينا اللهم إنك دعوتنا للحج فأتينا وأمرتنا بالتجرد من لباسنا ففعلنا وأمرتنا بالدعاء فدعونا اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر يا من هو باطن وظاهر سبحانك وبحمدك عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المذطر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر ووعغتنا فلم ندكر فلا نحن أقوياء عليك فلن تصر ولا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر اللهم لاغنا لنا عن جودك وفضلك نحن العبيد بين يديك نحن الفقراء إليك اللهم قد وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك اللهم إنا عبيد من عبيدك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا اللهم قد رفعنا إليك كفة ضراعة اللهم عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك اللهم عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا منتقم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من يطعم ولا يطعم يا غني يا ملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ويعلم ماضينا ومستقبلنا اللهم يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا عظيم الجوت يا عظيم المن يا عظيم الكرم سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك إن رحمتك وسعت كل شيء اللهم فلا تحرمنا من رحمتك اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فلا تحرمنا من رحمتك يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن نبيك عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك تباهي بعبادك الآن ملائكتك اللهم فاجعلنا ممن يدخلون في رحمتك وتشملهم رحمتك ومغفرتك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من بركة ورحمة ومغفرة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم ما أنزلت فيه من رحمة ومغفرة ومن كرم وجود وإحسان وفضل اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك الحمد بكل نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل كربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها لك الحمد بكل ذنب غفرته ولك الحمد بكل عيب سترته ولك الحمد بكل مال رزقته ولك الحمد بكل ولد أصلحته لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظ علينا صحتنا اللهم احفظ علينا صحتنا احفظنا يا ربي من الأدواء والأسقام ومن الأمراض والأورام اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه ولا تدع من له إليك حاجة يسألك إياها إلا أعطيته إياها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم صب عليهم الخير صبا صبا اللهم أمنهم في ديارهم اللهم أمنهم في ديارهم اللهم أمنهم في ديارهم وكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم واحفظنا في بلادنا من كل فتنة وبلية اللهم اجمع كلمتنا في بلادنا واحفظنا فيها يا ربي من كل فتنة وبلية ومن أرادنا أو أراد بلادنا بسوء وفتنة وفساد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم وإن نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا اللهم احفظ أولادنا من المخدرات اللهم احفظهم من المسكرات اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات اللهم اجعلهم بارين بنا قرة عين لنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه أقوالنا وآمالنا من الخيرات فأملنا واغفر لنا ولوالدينا فاغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اجزهم خير الجزاء وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين يا أذى الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا